اشتركوا في القناة نتيجة اخطاء دفاعية وتمكن الحارس الودادي من التصدي لمجموعة من الكراث الخطيرة للفريق الجنوب افريقي والتي كان من شأنها ان تزيد من صعوبة المواجهة على فريق الودادي لو سجل نادي سانتانزا خاصة في الشوط الاول لكن الحارس يوسف المطيع اعطى الثقة لزملائه خلال المباراة التي لم تكن سهلة على فريق الودادي وشهد مدرب نادي سانتانزا في تعبير له عن اندهاشه بالمستوى الكبير للحارس الودادي يوسف المطيع وتمكن فريق الودادة مناء العودة بتأهل تاريخ من جنوب افريقيا بعد التعادل الاجابي امام سانتانزا بهدفين لكل فريق ليكون بذلك على موعد مع النهائي الثاني على التوالي بعصبس الابطال ضد نادي الاهلي اشتركوا في القناة